موسيقى مرحبا بكم في حلقة جديدة من سينماك نطرق الخواجي وأنا منال العويبي منال حلقة غير عادية فيلم أنمي طبعا يعني هذه أول مرة يعني أذكت وأقوم أو لا 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 يعني حضورك ضروري لكن هي أول مرة في تاريخ سينماك نحن نتكلم عن فيلم أنمي صح وأيضاً ممكن أول مرة عن فيلم ياباني أيضاً أتوقع أن أول مرة عن فيلم ياباني وأول مرة برضو نتكلم وقبل أن نسبق بأي شيء السعادة يعني شاقة أو شيء صح يعني طبعاً أعرف تماماً أنه الجمهور لما يتابع الحلقة بيسألون أسئلة كثيرة جداً يعني أتوقع أسؤال أنه بعض قد يسأل أسؤال أنكم فعلياً تضعون فيلم أنمي ضمن مصاف أفلام اختيارات سينماك والجواب نعم وربما يسألون سؤال أيضاً آخر وهو لماذا مثلاً سبرت الدوي هذا طبعاً خيارات تشاركية هي وليس خيار واحد آخر لكن أنا أعرف أن عندك أنت مفضلاتي الخاصة بالأنمي وأنا عندي مفضلاتي الخاصة عن الأنمي خلينا ندخل مباشرة في الموضوع نتكلم عن واحدة من أهم الأعمال اللي خلني أقول صنعها هيوم يزاكي في مسيرته الإخراجية في مجال الأنمي تحديداً وأعتقد أنه هي أيضاً نقطة قفزة هائلة جداً لليابان عادة اعتبار كبير جداً لتاريخ الأنمي الطويل هذا كله فمنال إيش رايك في برث الدوي أنا أحس أن الإنجراف العاطفي اللي عندنا أنا مو قدرين نسيطر عليه بس خلينا نتكلم فعلاً أنه خيار هذا الفيلم قد يكون هو أول فيلم يتلقى بالذات الجمهور اللي كان يعني لا يعرف الكثير عن استوديو قبلي وإنتاجات بيزاكي العظيمة طبعاً هذا لا يعني أن كانت تجربة السينما اليابانية وخصوصاً في عالم الأنمي كانت غائبة عن الكثيرين والمريدين على مستوى العالم نتكلم على مستويات بذات المتخصصين أو عشاق الفن الأنمي ووصلهم كثير من هذه الأعمال وصوله من بدايات استوديو قبلي وما قبله حتى وما بعده سواء من ميزاكي أو من غيره لكن لما نتكلم عن هذا الفيلم تحديداً خصوصاً أنه نال الأوسكار في عام 2003 وسحر العالم بقصة مختلفة عوالم جديدة تنفيذ يدوي في وقت كان فيه حمى وتنافسية عالية في شركات مثل ديزني وبكسر وغيرها حول العالم في تحويل كل شيء إلى الرقمنا لكن ميزاكي كما يتحفنا دائماً يدوي على مستوى الجمالية اللي يرغب بأنه يرى دائماً أن التدخل البشري هو الأفضل في الخيارات الفنية فيرسم فريم باي فريم وتنتج لنا تحفة سينمائية من عام 2003 إلى اليوم هي مفضلة عند الكثيرين حتى ممن لا يحبون فن الأنمي الفيلم اللي اختطاف بعيداً يعني في أفضل ترجمة ممكن للعربية من الاسم الياباني أو العنوان الياباني هو الفيلم الثامن من أفلام هيا وميزاكي وميزاكي معروف يعني منذ تأسيس استيديو قبري في نطاك تزيل ياباني القبري من تأسيسه في 85 يعني بعد نجاح الهائل جداً اللي صار لفيلم نوش كواد الريح ونوش كواد الريح قدم أفلام مميزة واحد من الأفلام اللي أعادت الاعتبار للأنمي كنقطة تحول كبرى في تاريخ وكان فيلم من نوكي هايم اللي هو الأميرة من نوكي يعني اتفقنا أنه يكون أهم من فضلاتنا اي اي انا اتوقع بالنسبة لي شخصيا قد يكون هو فيلم الأنمي الأول عندي يعني لكن الاختطاف بعيداً أيضاً هو فيلم خليني أقول ميزاكي حتى على مستوى صناعته وهو تطور بشكل مدهج جداً يعني أنا إلى الآن مثلاً من اللقطات اللي لا يمكن تتجاوزها ذهني اللقطة لما كانت فيها يبابة تدري أنه تشهر ودخلت منطقة الحمامات الاستحمام اللي موجودة في اليابان التي هي يابان قديمة أقرب ما تكون للفكرة المنتجة المصغر المصغر ففي اللحظة التي تطرق فيها أصبعها وتناديها لتأسحبها فيتدخل داخل كل الأبواب التي تتفتح حتى تصل إليها في خلني يقول في تنفيذ يعني تحريكي مدهج جداً مع الألوان اللي يستخدمها بيزاكي الألوان البراقة الأحمر والأزرق والأصفر الواضح هذه جداً تعتبر لقد خلني يقول استثنائية في التاريخ لذلك أفهم تماماً هو لأي درجة يعني أصاب العالم بالدهشة الكبيرة هذه كلها لكن أيضاً حتى على صعيد القصة يعني صعيد القصة ميزاكي دائماً عنده هذا القصة اللي خلني يقول تنتمي إلى الأرض تنتمي إلى البحرة والنهرة والماء اللي موجود في الأرض وتنتمي إلى السماء بشكل أو بآخر هي اللي ما يعرف يعني مثلاً أو لم يسبق للتقاطع مع الثقافة اليابانية النزعة أو التوجهات الخاصة لدى الثقافة اليابانية المتعلقة بالطبيعة والتواصل معها واحترام الأرض واحترام الموارد إذا نقدر نقول هو فكرة عميقة جداً تجعلهم دائماً يعني يشعرون أن أحد نكبات الحروب ليست فقط مستوى الإنساني أو على مستوى أنك يعني الدمار الطبيعي الدمار الطبيعي بالنسبة لهم هو يعني قيمة يعني معلات مقارنة بأي شيء آخر إحنا رح نتوسع أكثر في القصة وفي السرد وغيرها لكن اللي أنا بس أنا وأقتم في هذه الفقرة أن هذه التحفة استطاعت أن تجذب إلى يعني الجمهور إلى منطقة متعلقة بالصناعة الفنية في الرسوم وتحريك متعلقة بالقصة والأسطورة ومتعلقة أيضاً بثقافة يعني تقدر تقول قادرة على المنافسة وإن بدت محلية في البهلة الأولى ابقوا معنا سنتناول المزيد عن سبرتد أوي في الفقرة القادمة عودة مع سينماك مع فيلم سعيد جداً سبرتد أوي طارق يعني إحنا الآن نريد أن ندخل منطقة يمكن تعرضنا لها بشكل سريع يتعلق مثلاً بسرد القصة واختيار الأساطير اللي بنيت عليها وغيرها مياذاكي هو ابن اليابان البار متعلق جداً بثقافة ومتمسك فيها قد يكون متعصد ولا يعني ذلك انغلاقه عن العالم لكنه دائماً كان يختار الزاوية الخاصة جداً في تقديمي لأي قصة على مدى أفلامها التي تقدمها وما زال يقدمها أنه دائماً يحاول السفر عبر الزمن يعني وإن يبدو الزمن حالة فنتازية بحتة بالذات لما نتكلم عن قصة لا تبدو تاريخية أو ليست قائمة على حدث واضح إلا أنه يعطيك الانطباع أنه يرجع زمن قديم ويحاول أن يلتقي بالماضي والحاضر فيلمنا في سبرتد أويل النقشة اليوم نلاقي هذا الحضور وإن لم يبدو بشكل واضح لأن ارتكاز على الأسطورة ومحاولة استحضار نقدر نقول لمحات من اليابان القديمة سببت نستالجيا عالية جداً لدى الجمهور لكن خلينا نتكلم أكثر عن فكرة الأساطير التي حاول تبنيها في العمل كما ذكرت الفيلم يعبر زمنية لكن من خلال حالة فيها واقعية سحرية لحد كبير جداً تشيه روتر كراكبة مع أمها وأبوها منتقلين من مكان لمكان في اليابان وهي ممتعظة جداً وغير سعيدة وتفكر بشكل كذا وحزين كيف بتتعرف على صديقات جدد والبنات جددات في المدرسة يتوقفون عند مكان يخطئون في الالتفاف حوله بعدين يجد الأب الأم بوابة فيها أمامها تمثالين تمثالين ذول يمثلون القوى اليين واليانج اللي موجودة عند الأساطير المشرقية يدخلون الأب والأم وفجأة يكتشفون مدينة تنتمي إلى اليابان القديمة بنفس نظام الطبخ القديم الأكل القديم ولكن الأكل محظر بشكل شهي جداً لكن غير معروف ماذا يحدث يعني؟ يعني أشبه ما يكون بمهجور لكن كل ما فيه لا يبدو مهجور نعم مليء بالحياة الأب والأم وهذا الحجيب جداً في الفكرة عندما يزاكي بدون وعي يقفزون مباشرة للأكل من الطعام بينما البنت يعني وهي أصغر عمرة منهم وعيها أقل لكن زي اللي تقول يا جماعة موش معقول الاندماج مباشر مع المشهد بذلك كانت أكثر حذراً وذكاً أكثر حذراً ولغرامة المشهد يتحول الأب والأم إلى يعني خزيرين اللي هم إشارة إلى الشراه البشري خلني يقول الموجود في الحياة الرأسمالية الاستهلاكية اليوم ويحبسون وهي تكشفنا متورطة في أن تعمل خادمة في حمام يعني خلني يقول اللي يسمونه حمام ترفيهي أو خلني يقول من العمامات منتجة منتجة نعم منتجة من أجل الشخصيات الغرائبية اللي موجودة في هذا العالم ونكشف أن العالم هذا مليء بالكامي عند الياباني وذلك طبيعي جداً لما تقرين اسم الفيلم أول مرة بالياباني ما تستعبين اللي إيش هو يسميه سنت تشيهيرو نو كاميكا كوتشي اللي هو آليات الكامي وسنت تشيهيرو اللي هو فكرة أنه هي اسمها تشيهيرو بس لما عملت في هذا المنتجة كان ضروري للساحرة الموجودة فيه اللي هيوبابا اللي تعتبر أم السعف والليف حقتنا يعني أو أم الصبيان عند أهل الجنوب يعني فهي تسحب الاسم حقها فيتحول من اليابانية اللي من تشيهيرو إلى سن فهي تصير لا قيمة لحياتها أو خلنا نقول حياتها مرهونة بشكل كبير جداً بالبقاء في هذا المنتجة من هنا تبدأ قصة في طبقة قصة في طبقة قصة إنه نكتشف إنه هناك كثير من الآلهة التي فقدت معناها يعني ما صارت عارفة تماماً ما معناها في الحياة الشنتوية إلا من خلال الاقتصال داخل هذا المنتجة الذي يعود إنتاجه ثم تظهر شخصية نيوفيس اللي هو اليابان اليوم اللي هي يابان تعكس جمال سابق وخنا نقول قديم لكن مع تشوه شكل اليابان من خلال أفكار الإمبراطوريات المتقدمة من خلال التورط بالصناعة من خلال تورطها بالاستهلاك والعالم الرأسمالي ثم بعد ذلك القصة تعود مرة أخرى إنه السؤال الجميل جداً اللي شهره تسأل فيه هاكو اللي هو يعتبر أيضاً من الشخصيات الموجودة تقول ما تعرف اسمك؟ يقول لها لا لكن لسبباً غريب أعرف اسمك وهنا هنا أعتقد الفكرة الأساسية اللي كان دائماً أتذكر كان رايت يكتب مقالة نقدية في فيلم اللي باختطاف بعيداً يقول واحد من الشال الغريبة اللي كنت أشوفه وما أفهمه وما شفته في أي مكان ثاناً في العالم إنه هو اللي ما يفتح الأنوار في دار السينما الياباني يبكون كبار السن لأن هذه اليابان اللي يعرفونها هذه اليابان اللي يذكرون بيابان جميلة كان فيها الناس ببساطة قريبين من طبيعاتهم من أرضهم يتعاملوا معاها بكل لطف وليس الخنزيرين اللي مروا بمحبوسين يعني إنك مو بالمقام الآن إن نقارن في موضوع التقنيات أو أقصد إنه مثلاً إني أقول لك هل تقرة 3D أجمل أو 2D أجمل أو غيرها لكن فعلاً أنا لما أشاهد الأفلام اللي يعني أبدعتها أو بشكل شخصي أعمال ميزاكي تلاقي إنه يعني إعادة خلق أو رسم الطبيعة أو رسم حتى الشخصيات يعطيك ما يقلل مصداقيتها أو يسخفها أو يجعلها طفولية لمجرد أنها ببعدين في هذا الوقت في وقت قاعدة تلهث السينما الهوليودية أو حتى على المستوى الأوروبي أن تحاكي التحريك يعني سينما التحريك أن تحاول تحاكي السينما الواقعية فتلاقي مثلاً الإسراف في فكرة المؤثرات وإنه وكيف أخلي كأنه بشر حقيقي بينما هناك يعني أنت قلت إنه مفارقة رائعة إنه كبار السن اللي نتكلم عن أشخاص وربما لا تكون مخيلتهم في أعلى مساحة لها ومستوياتها لما يشاهدون فيلم ببعدين ومع ذلك يتأثرون ويشعرون أنهم يحنون لبيوتهم وأهاليهم وأراضيهم القديمة أقصد أن هذه الخلطة يعني فيها ذكاء وفيها يعني جزء ساحر مثل ما تفضلت لما نتكلم عن فكرة أن الاستعانة بالأسطورة هو استعانة أيضاً بسحر الأسطورة بأنك كأنك تلقيها على من يشاهد لأنه ينتمي لهذا العالم ويدخل فيه بكل معنى الكلمة ربما أختم قبل أن ندخل في الحديث عن خلني قل تأثير وعلى الجمهور وعلى النقاط أحد المميزات اللي موجودة في هذا الفيلم الفيلم اختطاف بعيداً هي أنه يحمل ثمات ميزاكي المعتادة يعني مثلاً حب ميزاكي للطبيعة رثام ميزاكي لمجتمع كان يعرفه أو حياة كان يعرفها أيضاً في فكرة البطلة الأنثى دائماً فيلم ميزاكي أغلبها البطلة الأنثى برينسيز منو نوكي، لينا اللي في عندناه ولينا المسلسل مثلاً نوشكا، كيكي مثلاً عندك دي فكرت ليش؟ طيب وفيه أيضاً الثيمة عشان الحمد جاوم، وفيه الثيمة الأخرى الشاب المساعد موجود دائماً المساعد؟ المساعد يحاول دائماً أن يكون يقف بجوار هذه الفتاة وفيه أيضاً الإخلاص للثلاث العناصر اللي هي الأرض والبحر والسماء الأرض موجودة من خلال احتفاءه بالأرض الموجودة بالطبيعة النهر من خلال تطهير كامل نهر وأيضاً من خلال القطار اللي يعبط في النهر في الأرض المشهورة جداً الذي هو بدون يوجه إلى صح التعبير والسماء من خلال، فيها الآن أخرى من خلال الطائرات التي تحلق في السماء والإشارة إليها دائماً أو أحيان الشخصيات التي تتطير؟ والفيلم هذا التنين الذي يطير، الذي لا أريد أن أحرق على من لم يشاهد الفيلم حتى الآن فرصة أن يعرف ما الذي نتحدث عنه عندما نتحدث عن السماء فيها مفلام ميازاكي ابقوا قريبين لا تكونوا بعيداً من فيلم الاختطاف بعيداً وحلقة من سناماك عودة مع سينماك وفيلمنا سبرتداوي طارق، أنت تحسب طبعاً أنه لأنه في فاصل أنا بنسى محاولة تمرير الأجندات الذكورية حقتك نعم، لما نتكلم قبل شوي عن ميازاكي ورغم تدائم بتعميق حضور خلني أقول حتى مو المرأة بقدر ما هو أحياناً تكون فتاة صغيرة تلعب أدوار قاسية ومتسارعة تجعلها أكبر من عمرها في لحظات أنا نتكلم عن فيلمنا تحديداً هذا وأتذكر هذا كانت بالنسبة لي مثال تأمل كبير نيشيورو لما تتابع شخصيتها تلاقيها أصلاً كانت جاية في رحلة بسيطة جداً مع أبوين عندها أحزانها وصحيراتها من ناحية الانتقال إلى المدينة جديدة وبحث عن أصدقاء جديدين تلاقي نفسها مسؤولة عن البحث عن والدين تحولوا إلى خنازير وأنه مفروض أنها تعمل عقد سخرة مع ساحرة ما تدري وش بيصير يعني منا فأكتظ أنه دائماً ثقتها من ميازاكي أن المرأة تستطيع إيجاد الحلول بشكل ذكي ومنقذ العوالم بس ليس عوالمها العوالم كلها اللي تحط فيها يخليها دائماً يختار المرأة هذا الجانب نعم الجانب الثاني لما نتكلم عن رمزية الطبيعة بالماء والسماء والأرض فكلها عوام الأنثوية فلو سمحت دائماً تذكر هذه النقطة لما تتكلم عن البطل المساعد البحر صار أنت كمان الماء الماء أنت أي؟ في اللغة أي؟ يعني خليني يقول سأختار طريق السلامة وسأتكلم عن الأرباح وعن الأموال اللي حققها الفيلم يعني اللي أعتقد أنه هي أيضاً دلانة لأنك شخص مادي كالعادة يعني واحدة من الأشياء اللي أعتقد أنه في تقييم القوائم الخاصة برسومة المتحركة في كثير من القوائم تصنف الاختطاف بعيداً رقم واحد في أرباح وطبعاً أظن هو واحد من الأشياء العجيبة اللي هي مرتبطة أيضاً حتى بستوديو قبلي تحديداً أنه يقال أنه كان في اليابان أنه كان أعلى فيلم محقق أرباح في اليابان كان تيتانيك في شباك التذاكر يقال أنه أسقطوا الأميرة من النوكي أسقط الأميرة من النوكي فيما بعد لاحقاً صدور فيلم هاول اللي هو الاختطاف بعيداً قلعت هاول المتحركة بعدين هاري بوتر وهذا العجيب جداً أنه أسقطوا الأفلام الجديدة من أفلام اللي هو ديمون سلاير اللي يتكلم عن المسلسل الأنميل المشهور جداً فأنا أقصد أنه دلالة على أي درجة حضوة الأفلام هذه العجيب جداً شفتوا متتكلمين دائماً هنتكلم عن سنة إنتاج الاختطاف بعيداً من فن واحد بس هو ما أخذ أسكار 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 ثلاثة وهو الأسكار الأول قبل آخر أسكار شاهدناه قبل عشر قليلة جداً مفوز فيلم الصبي ومالك الحزين وأعتقد أن هذا يعني دلالة على أن اليابان فعلياً عندها هذا الشبه الاكتفاء الذاتي لكن من هل يعني في الميزانية أظن وحنا نعد أو الفريق يعد وحنا نتابع بعض المعلومات تعرفين كم الميزانية الافتتاحية حق الفيلم يعني كم سواه؟ 19 مليون ما بلق كبير ترى الفيلم يعني على الفيلم ألميجي صح بس الأرباح فوق 360 مليون هذا الاستمار وفهذا موضوع المال مرعب دائماً فكرة أنه كيف ممكن الفيلم ينجح نجح حائل جداً إذا تم خليني أقول تقديم قصة إنسانية أنا صراحة منا من المفتوني جداً موضوع ميزانية وأعرف أنا أني كنت نفس الشيء لكن أعتقدني مؤشر جيد مؤشر جيد لا لا وهي فعلاً أنها تضمن استمرارية لعمل الأستوديو وعمل الطواقم يعني نتكلم لما نتكلم أنه يعني ميزاكي ما زال يستخدم الأسلوب الرسم اليدوي الاستعانة بفنانين يعني متفرغين لمدة طويلة جداً التمهل في اختيار الموسيقى واختيار الكوادر وتتذكر لما كنا نتابع أصبي ومالك الحزين كانت تجربة الرسم لوحدها أخذت مدة طويلة جداً لدرجة أن أجل عرض الفيلم أكثر من مرة لكن صراحة هذه الفتنة التي تحب هذه الصناعة وهذا الشعور الدائم بأن انتصار الفن وانتصار روح الأسطورة وروح الطبيعة بطريقة فنية تضمن أن مثل هذه الأعمال تضل ما عندنا أبداً مانع أننا حتى نكون جزء من الترويج ولو كانت أضعف الإيمان خليني أقول أنتم في مواجهة رياح قبلية جاي من الجهة القبلية من استوديو قبلي في أحد أعظم إنتاجاته وهو فيلم الاختطاف بعيداً أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ورحلة في اليابان القديمة واليابان الحديثة وتحديات الإنسان المعاصر اليوم عريقاتو موسيقى 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 اشتركوا في القناة